طيب فورسة افتح معاك موضوع رمضان الصبح بمعنى عديد من دردش دردشة حلو رمضان الصبحي وجوده في نادي الزمالك وهو بياخد مرتب كبير في الاتم بتاعه كبير في البرامد وانه بقاله فترة يمكن شوية بعيدة عن المستوى الطبيعي بتاع رمضان الصبحي هل ده ما يعملش مشكلة ما عملش ازمة في الزمالك ولا الزمالك يقدر يعوض الامور الملايات وما فيش مشكلة عند باقي اللاعبين لا هتبقى في مشكلة طبعا هي الكرة طبعا فيها في رؤية طبعا بس مش هيبقى في رؤية كبيرة جدا يعني طبيعي هتقرب كله من بعضه لانه عشان ما يحصلش يجاب كبير جدا في الفرقة ويحصل مشاكل على كده يعني بس انا شايف رمضان لا مفيلي ناس زمالك جدا هو محتاج ناس زمالك دعم جماهيري جمهور يبقى في ظهره هو لما بعد على الاهل لما مشي من الاهل طبعا جمهور الاهل ضغط عليه ومم بشكل كبير جدا ولسا عدخل رمضان عقلته كبيرة يعني انا شايف ان هو لعب ناضج جدا وبيفكر بتالي احترافية ان هو دايما دماغه بقى اه يعني شايل شايل حتة الجمهور دي من دماغه خالص يعني طيب عادي سألك بقى على خط هجوم ناس زمالك عمر السعيد وآآ سيف الدين الجزيري عمر مجتهد ولعب جيد حتى لما كان بيخرج اعارة كان بيقدي بشكل كويس جدا سيف الجزيري هو مهاجب منتخب تونس وكان هدف بطولة عربية اين مشكلة يعني انت انا بتكلم على الافراد فالافراد شكلهم كويس بيلعبوا كويس هل هي مشكلة ستايل لعب هو ستايل لعب بتاعهم ما بيلاقش على طريقة لعب نادي الزمالك ولا هي مشكلة فردية من عندهم هما لأ ما بيعيد بقى لهم فترة يعني سيف تقريبا من ساعة ما رجع من البطولة العربية وآآ على فترات ماتش كويس تلاتة لأ ماتش كويس تلاتة لأ فدي دي المشكلة عنده هو مش عند المشكلة تبقى عند اللاعيب مش عند الفرقة طبيعا ما انتهى ما شاء الله سيد زيز الفرقة حتى لو حش اهو ما شاء الله مستوى سابت صاح فهي المشكلة تبقى عند اللعب النفس مش عند حول عمر برضه لما طلع كذو ليعنما طلع الجونة وكان في الاتاج الحاربي وكان ما شاء الله مكسر الدنيا وعند زمالك رجعوه بنيانا على انه كان مكسر الدنيا في الجونة مزبوط فلا في حاجة غريبة بتحصل يعني بس انا بشوف برضو سيف مش تسعة زي عمر. يعني سيف كان في المقاولين يا كيمو وكان في طنطة قبل كده قبل المقاولين. كان دايما بيتحرك على الجناب وبيجي من برة مع كابتال عماد بن حاسي ممكن كاميته قتماشى مع كابتال عماد شوية. مزلوط. اه فبشوف ان هو بيتحرك على الجناب اكتر من عمر شوية. اه عمر تسعة اكتر. عمر فروت صندوق اكتر. اه. ممكن بس عمر ان كده نحت تقلت اللعب شوية او ده بيلعب مطشين ده بيلعب مطشين. اه برضو لان طبعا انت فرقة بحجم ناتز زمانك مش هتصبر على 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 فروت يقعد مطشين تده مش كويس او او ما بيجيبش جون على القلب. صح. فهي دي المشكلة. دي عندهم مشكلة كبيرة جدا ان هم بعيد حتى عن الجون مسلا يعني ما فيش يعني هدف الفرقة سيد زيزو. مم. ففروت ناتز زمانك طبيعي انه يبقى هدف الفرقة. ده طبيعي يعني طبيعي ان فروت ناتز زمانك بقى هدف الفريق. مم. لو مش هدف الدوري. لو مش هدف. ده ابسط الامور انا بقولك يبقى. يعني لو جايب عشرة. يبقى هدف الفرقة. هدف الفرقة جايب تلاتة شهر بعتصر رجوع. صحية. طيب. هل هي مشكلة زمالك بس? ولا هي مشكلة في المهاجبين في مصر كلهم? وزي ما كنت بقدمك من شوية. انه زمان كنا بنقول مثلا ايه? ده في في الدولة مصر احمد جعفر. وكان فيه عبدالحيم علي. وكان فيه حسام. وكابتل حسام حسن طبعا. وكان فيه عمد متعب. وكان فيه عمر زاكي. يعني عارف انت ومحمد فضل. واسم حسني. انت متخيل اسم ايه? ده دول ايه? ده انا بكلمك دلواتي على علي وزمالك. ده احنا لو بصينا على بال امدية كمان هتلاقي بمجد عبدالعطي وهتلاقي. هتلاقي كم اسم كمان ممتازي. المشكلة انه بقى فيه ازمة كاملة في الكرة المصرية. انه تجي تقول. حتى انت لما فكرت في مهاجم دلواتي ممكن رحل زا مالك قلت ابوك. يعني. مش مصري. اه اكي. ما فيه يعني. هي هي مشكلة كبير. انت عندك مشكلة كبيرة في ان انت كأندية كبيرة لوقتي بتدور على اللعيب الجاهز. ما بتصبر. يعني مثلا الزا مالك عنده اصامة فيصل. هو ما عندهش صبر اللي يصبر على اسامة انه يبقى كويس او يطلع وبعد كده. هيقدر يفيد النادي بعد كده زي ما مثلا عمام مصطفى. مصطفى طلع ضنطة وطلع جيه معنا الجيش. رجع ما شاء الله الزا مالك بقى كويس جدا. مم. فانت عايز اللعيب الجاهز اللوقتي في الاندية كبيرة. سواء في الزا مالكة او في الاهل ايه. عايز اللعيب الجاهز والفرود الجاهز اللي خلصلك ماتش. مم. فدي عادة بالسلبة على الكرة مصرية. مش على الفرودة كلها في مصر. يعني ده النهاردة لو بتجيب فرود منتخب مصر هتجيب مصطفى شوية حتى هو بقاله فترة ما بلعبش مصطفى. يعني تقريبا هتحط المصطفى سبعين في المية. صح. هتفرود في مصر مثلا. مفيش. بسم على فترات بقاله فترة يعني بيحاول فترة اخيرة بيكتهب بشكل كويس. بعد كده حتى حسام لما كان في سموحه ما شاء الله كان مكسر الدنيا لما راح الاهل الراجل بقاله موسم بلعب ما بلعبش خالص بينزل يا دب اه اوقاته الليلة جدا. فرق معاف مستوى برضو. فانت لما تيجي نهارده يا كريم تدور على فرود لمنتخب مصر او فرود تاني. تاني مسلا منتخب مصر. مفيش فرود مفيش فرود في الدور للمصري هيتضمن منتخب مصر. محمد شريف اه حتى محمد شريف بفترة اخيرة برضو بعيد شوية على مستوى بس بدأ يرجع يعني. هاي غريبة جدا. بس برضو محمد شريف ما بشوفوش فرود تسعة. اه. يعني مسلا ما تيجي نهارده في بطولة افريقيا منتخب منتخب بلعب تصفى بطولة افريقيا. اه. هتلاقي برضو مش هو اللي هو القوي اللي هيلتحم في الهواء زي مصطفى مسلا اللي هو بيخبص في كوار العالية وبيحجزه. زي ما شفنا مصطفى في البطولة بيقدر ياخد جنبات من الافارقة طبعا في الاتحامات في الهواء الحاجات دي. اه. اقوى جدا يعني. طبعا. اه. فمحمد شريف في الحاجات دي مش هيفيدة فاكتر من المصطفى. بيه رأيك في مروان حمدية. اه. والله كويس مروان خامعة كويسة وبالا اشتغل على نفسه فترة اخيرة بس اه مروان مش برضو بحس انه بيطلع بره كتير. اه. يعني مش فيه له تسندوق برضو اللي هو اه. يجيب لجوم في اي وقت اه. مروان بيحب يتحرك على الجناب كتير. طب مش الصندوق دي. فكرة الصندوق دي. اه. يعني على ايام ما كنت بتلعب او كنت اخلصت. كنت معنا قريب يعني. بس احنا نتكلم في اخر سنتين تلاتة حصل تطور كتير قوي. في الموضوع بتاع المهاجمين. يعني كنت بقاش مطلوب من المهاجم اللي يبقى في الصندوق. بقى مطلوب من المهاجم انه يتحرك كتير. ينزل كتير. ياخد هو اللعب ويسيب الزمان يتحرك. هل ده تغيير في طرق اللعب هيلم خليها عندنا او مش عندنا مهاجمين نوعية مسلا. الاسماء الكبيرة انا كنت بقولها من شوية. اه هي طرق اللعبة طبعا با اه بس انت عندك برضو اه محتاج فرود. انت برشن النهاردة لما يقبل عم غير فرود راح جاب مين بعد السنة اللي بعدها جاب سوارز. اه اه تسعة برضو. اهو بتحرك. يعني بس تسعة فرود بيع في ايه. نبعد ليه منشستر سيتي اهو. مكسر الدنيا. راح جاب هلند. اه. بقى تسعة برضو لازم يقى موجود. اه. لازم يقى موجود. اه. النهاردة هدف 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 ابطال اوروبا مين والدول الاسباني. صحيح. بنزيم. كريم بنزيم. تسعة. تسعة. فا اه. فطبيعي فرود هو. فرود تسعة فارق. ما بغد نظر عن طريقة اللعب. انت لازم محتاج نفترض ان تلعب في فرقة جيم دفاعي. فانت عايز فرود من اقل من اقل فرصة يجيب لك جوني يخلص لك ماتش. طب ده ده دي الحاجة العريطة ان احنا ما عندناش مهاجم جامد دي يعني في الصندوق. بس في نقطة تانية بقى اعرض شوية. الفرص السهلة. يعني كل اللعبين بقى حتى الجناحات وحتى المهاجمين وحتى اللي في النص. يعني النهاردة في ماتش الاهلي فيه 12 فرص هنا و12 فرص يعني. ماتش ملفاش يخلص سفر سفر ماتش يخلص ثلاثة واربعة واربعة واربعة. وكله بيضيع. كله بيضيع. ايه المشكلة برضو في موضوع تضيع الفرص السهلة دي. ما دي برضو بترجع. بس انا عشان عجبني درداشة معك فبافتح معك مواضيع كان نفس افتحها من بدي. مواضيع عريضة شوية. ما دي بترجع لصقة اللعيب. وبترجع برضو لتمرين عجبون يعني. انا لما كنت مع كابتن حساب. كان كان عندي واجبة رأسية ان انا كل يوم لازم اشتغل واجبة. ما اطلعش من التمرين غير لما اشتغل عجبون. لوحدك. لوحدة. اه. او الفرود عمتلا. اه. دي بترجع برضو شغل المدير الفني. ان هو بيجيب الهفواط والفرود. دايما تشتغل. عندك واجبة. على اقل. على اقل يومين في الاسبوع. او تعطى في الاسبوع. تشتغل. تشتغل عجبون دايما. انا كنت دايما مع كابتن حساب لازم طول الاسبوع. مش يومين بقى. يعني انا بقول لك يومين بل هو العادي يعني. لأ دانا طول الاسبوع لازم في تمرينة عشر دايق بعد التمين خلاص التمين يخرج. اه. اوفارات شمال ويمين وشغل عجبون من بضهره. يا دوب. الحاجات الصغيرة دي. الحاجات الصغيرة دي تفرق جدا. لان انت في ثانية بتلف جيب جوة. وفي ثانية برضو تقطع منك الكورة. مم. فهي قد تفرق فيل ودعم فيلو دي.